وصلت حسناء مع السيدة المنزل وأول ما فتحت المنزل لقيته مليان بالغبار وبنات عمالين يتحقوا بصوت عالي ومسكين سجاية اتخضت من المنزل وحاست إن قلبها بيوجهها وهنا سمع الصوت الولية وهي بتقول ادخل يا حلوة حاست حسناء بالفزع من كلامها ومن صوتها وامتلق قلبها بالخور وقالت أنا كنت ناسي أنا عندي خالة هنيف مصر وعايزة زوره ابتسمت السيدة بصخرية وقالت لها الصبح نوب جنزورة يلا يا بناي تعالوا رحبوا باختكم الجديدة ها 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 وهنا تكلمت بنت بمياصة وقالت حمد الله على سلامتك يا قبلتي الله يسلمك يا بيت عملتوا ايه وانا مش موجود البنت بمياصة مقرفة وهي عمالة تمدخ في البنة وفي نفس الوقت عمالة تشرف في السجاير قالت كل تمام يا قبلتي وكأنك موجودة بالزبط بس انت اتأخرت كده ليه بس مش رجعت لكم بإيدي فاضية رحبوا بالضفة الجديدة بصت بنتي تانية وقالت ايه دي؟ دي شكلها متبهدل قوي يا قبلتي شدت السيدة الترحة من على راس حسناء وقالت لهم متبهدلة بس حلوة حبة شغل وحتخلي الرجالة كلها تموت عليها عندك حق يا قبلتي دي ولا السلطنة هيام في زمانها يلا دخلوها دلوقتي ترتاح أصلاها تعبانا من الصفة وأكلوها لقمة وبكرة الصبح أستلمها منكم عروسة علشان الكنجي جاي ويشوفها بكرة هنا اتكلمت حسناء وقالت بخوف لا انا هروح عن دخالتي وكمان نسيت حاجة في الجاتر هروح اجيبها وارجع على طول كانت لسه حسناء هتخرج يمت الباب بس الولية مساكتها من ايديها وقالت لها رايحة فيني يا حلوة فوت كل الحمام زي يخرجه بصت لها حسناء بخوف وقالت لها الله يخليك سيبيني امشي من هني انا اهل سعايدة يقتلوني واني مليش في الحاجات دي انا هخرج من هني ومحدش واصل هيعرف باللي بيحصلوا هني وحدعي ربنا اهدي لك الحال بس خليني امشي من هني السيدة تكلمي وكأنها قافعة سمة وقالت لها خارج من هنا مش هيحسن انسي خالص دخلوها على جوه يلا يا بنات البنات شالوا حسناء ودخلوها القوضة غصبة عنها تحت سريخة وبعد كده حطوها في القوضة وقفلوا عليها وهسناء قاعدت طعايت وتقول سيبوني انا عايز اخرج من هنا يالكوش دعوة بي يلاهو يلاهو يمصيب انا هعمل ايدي الوقت الحجن يا ربي يارب اعمل ايدي الوقت يلاهو يلاهو انا اخرتي بغيت حبجة واحدة من دون انا يا ربي مرزاش جديد يبعد يا رب عني الشارق وبعد كده قررت اتناهو لانها كانت تعبت جدا وانهي بكرة الصبح عشوف حل وطهرب من هنا وفي المستشف كانوا كلهم مقفين قدام غرفة العمليات مستنيين خروج الطبيب واول ما خرج كان خارجه على وشه علامات الحزن رقد ليه الكل علشان يتطمنه بعد الجراح اللي دامت ساعات وهنا سليم قاله خير يا دكتور هي عاملة قادل وقت للأسف الوقعة كانت شديدة جدا على دمخ بالسبب تلاها في حدوث نزيف في المخ الحمد لله احنا وقفنا النزيف بس المريضة دخلت في غيبوبة كريمة تفزعت وقالت بخوف غيبوبة يعين عليك يا ابنائك كم يستخبليك ده كله فاة اهدي يام بإذن الله خاة وأختي حجوم بالسلام سليم بقلق على أخته وقال للدكتور حتفوق من الغيبوبة دي ام والله دي حاجة في علم الغيب ادعو لها قال الطبيب جملته ومشي والحاجة كريمة هنا نهارت وقاعدت طعاية وتقولي يا حبيبتي يا ابنائك ربنا جومك بالسلام اهدي أماي وما تعمليش كده وجولي يا رب يا رب يا ربي جومك بالسلامة يا ابنائك هي وجهت كيف أوهل لحصر حست نبيلة بالتوتر والخوف وكأن خلاص أمرها هيتفضل وبلغت رقها بتوتر وهنا الحاجة كريمة قالت بفكاء ما عرفش يا حاج أنا جمت أروح للقود وأني طال على جيتها واجه على الأرض يا حبيبتي يا ابنائك وغرجانة في دمها روحي انت يا حاج انت أمي وسه وأنا ونبيلة هنقعد هنا نبيلة ردت بالتوتر وقالت آي ويام روحوا انتوا ارتاحوا وأنا وستيم حنيفضل جنبها أرتاح كيف وبنتي معرفش مالها ولا إيه اللي حصوا المح ردت نبيلة بلحفة وقالت أكيد الشنجلت أنا ياما قلتي لها متمر انزلي بهدوء وبلاش شغل تنطيت بص السهل نبيلة وقالت لها مش وقته الحديث دي يا نبيلة مش وقته يا الله يا تريمة خلينا نروح ودعي لها ربك أحن عليها من الكل يا رب يا رب جومها بالسلام صحية حسناء تاني يوم على صوت الباب وهو بيتفتح دخلت بل وقالت لها بصفرية أمي يا أختي انت لسه نايمة لغاية دلوقتي أمي لو ما كنتش عامله الليلة وعاوزة تروح كنت نمت لغاية تامت قامت حسناء وقعدت على سريح وقالت لها أنا تعبانة جوي وعاوزة أمشي منهنيه أحب على يدك خرجيني منهنيه أنا حيب له بصت لها بعدم تزديق وقالت أنت حامل آيوة والله حيب وهربانة أنا شانطة ليجي عاوزة ياخد مني ابني أحب على يدك أنا لو فضلت هنا حموت أو حموت نفسي والله يا حبيبك مش في إيدا ساعدك أنا لو ساعدتك والكنج عرف هيفحمني ربنا يتوب عليك ساعدين أنا لو فضلت هنا حضيق والله كلنا كنا زيك كده منه لله حزنا طب ما تهربي وهربي معاي أنا ما قدرش أهر لا مش هتقدر ده شكله بتمشفوه سيبك من الجرف ده ودورينك على شغلانك ويسق تأكل منها بالحلال صحيح انت اسمك آي أنا اسمي خلوك بس بيني وبينك عجبني الشغل ده ما راحتك بس خرجيني من هنا قومي لبسك علشان لوحس لو إيجت ولقيتك مش لبستي هتموتك خرجيني من هنا انت لو عجبت الكنج هيوديك البيت التاني ودي حاجة هتبقى علاوي قوي قوي قامت حسناء تجري من القوضة بسرعة ساعة ما شافت الباب مفتوح علشان تخرج وأول ما خرجت برة لقيت لوحس ومعاها جوز شباب لوحس أول ما شافتها قالت لها بغضب انت شكلك مش هتسمع الكلام كده لازم نكسر شوكتك الأول وبعد كده بصت للشباب اللي كانوا قاعدين معاه وقالت لهم ادخل انت وهو زبطوها مش عاوزة أسمع صوتها من بعد النهارد دخلت حسناء على قوضة تاني وقفلت على نفسها دخلت القوضة وقفلت على نفسها ولايت طرحته لبستها بسرعة وطلعت في بلكونة القوضة اللي كانت مفتوحة بصت لايت نفسها في الدور التالي كانت لسه هتدخل القوضة تاني بس سمعت صوت الباب بتفتح وكانت ملواحس هي اللي بتفتح الباب هي والشباب أول ما لقت كده وطلعت حسناء على الصورة ونقطت من الدور التالي قالت تموت بشرفها أحسن ما هم يدوسوها كانت قاعدة جمع وهي عايزة تعرف ايه اللي حصل هو ذهب لبيتها علشان يرجحها ليه رجع من غيرها وقالت بتوتر سلي هيا حسناء ما جاتش معك لاي بص لها سليم بغضب وقال لها هو دوقت حسناء ولا غيرها أنا فوقت اللي جوا بتموت دي أنا والله مقصود حاج أنا بص ده ده طام على ابنك اللي ببطنيها ويف سليم منع الكرسي وقال بغضب ابني أنا حعرف أجيب لو في آخر الدنيا ردت نبيلة بكل لهفة وقالت هي لحجة تهرب سليم اندهش وقال لها بدهشة لحجة لحجة كيف ردت علي نبيلة بتوتر وقالت يعني فاتل لسا جاية لما قريم هي لحجة تهرب بص لها سليم بنظرة نارية وقال لها بساني ما قلتش ان هي هيربي عرفتي منين ان هي هيربي اتوترت نبيلة وردت بتوتر وقالت ما انت قلت ان هي لو في آخر الدنيا انت حجيبها فانا فهمت ان هي هيربي شدها سليم من ايديها وقفها قدام وقال لها بغضب ولحد هنا يأحلم تابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حالي يفتكروا معاي ايه اللي حصل لحسنان ويا تارا لما نطت من الدور التالي ماتت ولا في حد هينكزه طب تفتكروا معايا يا تارا سليم هيعرف ان نبيلة ورده كله وان هو خلاص شك فيها ولا نبيلة هتقدر تطوح على الموضوع ولا ايه بالزبط اللي حيحك نستنى رأيكم في التعليقات واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك ولا اشتراك في قناة وتفعيل الشرق اشتركوا في القناة